اشتركوا في القناة قبل ما ادخل في حلقة النهاردة حلقة النهاردة مهمة واتطلبت مني في اكتر منكم منت سواء على اليوتيوب او على الانستجرام شباب انا صدقوني والله بتعب جدا على اي حلقة بتنزل عشان المعلومة انا مش واحد بطلع اصطاد وخلاص واطلع اصطاد ووري الصيد وشكرا على كده خلاص انا امكان ربنا كرمني لانه بحب اضيف معلومة المعلومات يا جماعة اللي انا تعلمتها صدقوني تمانها زي ما قلت قبل كده فلوس فبحب اتعلم واعلم معلومة عندي بحب ان انا انقلها الشباب اللي بتنطقد اسلوبي انا مش مش شايف ان اسلوبي لي سمح الله خادش للحياء او في حاجة غلط او حاجة انا بدأت معاكم كنت كتير سيريوس يعني كتير مش بهزر ملمحي كانت جفة اه اطلبتو انت ليه ليه متنشن وليه عصبي في الكومنتات وانا ممكن انزل الكومنتات في فيديوز ان الناس اللي طلبت مني ضحكت وغزرت تلاقيت حد كاتب لي في تعليق طبعا هو يشكر طبعا في تعليق انا مش بنتقده انت معلوماتك ما شاء الله عليك بس ملهاش لازمة البوزة وغمزة العين انا بعمل كده وبغمز يعني مش عقمة مفيش فيها اي حاجة خدشة للحياة يا جماعة انا راجل بعمل فيلوج عن الصيد عن الصيد فعادي بتهزر انا كنت سيريس وكنت كتير جد قلتولي لأ انت كتير جد يا عم اتحك خلي وشك بشوش خلي الناس تتقبلك انا جماعة انسان طبيعي جدا حابب ان انا اكون انسان طبيعي مش متصنع فانا طبيعي ولما بتكلم اللي بيعملي سبسكرايب واللي بيشوفني على راسي من فوق واللي مش بيشوفني برضه على راسي من فوق فانا طبيعي طبيعي يعني مفيش حد الناس بتتفق عليه الاتفاق المطلق ومفيش حد بيترفض الرفض المطلق فبس حاجة كده كنت عايز ان انا اقولها قبل ما ادخل في فيديو النهاردة حاجة الاخيرة واستحملوني معلش الحد الاخر التلاتة اربعة خمسة ستة يعني تلاتة اربعة هم تلاتة اربعة غالبا هم تلاتة اربعة وهم اكيد عارفيني بلاقي الفيديو يا جماعة لسه نازل سانية سانية ما لحقش فتح حتى الفيديو وشاف في ايه ولا شاف المعلومة ولا شاف الصيد على طول ديسلايك اخي الكريم ريح نفسك تمام وريح قلبك اليوتيوب لغة ديسلايك فانت مهما تعملي ديسلايك من هنا لحد بقرة لا هشوف يعني لا عندي اكسس ان انا ادخل اشوف الديسلايك اللي معمول كم ديسلايك ما عنديش اكسس ولا الناس هتشوفه فانت رايح عقلك يعني انت اكيد عاملي سبسكرايب واكيد مهتم ان انت تشوفني بنزل ايه فانت مش عايز تتفرج علي الغي السبسكرايب انا بحترم كل الناس بحترم السلب وبحترم الايجاب بحط كل الاعتبارات في دماغه بحاول على قد ما اقدر يا جماعة انا راجل بيشتغل موظف انا مصاحب شركة ولا صاحب المكان بحاول على قد ما اقدر ارد على الكومنتات وفيه ناس تواصلت معي معايا على الواتساب وفيه ناس تواصلت معايا الانستجرام وعلى قد ما ما بقدر برد على الاسئلة بتاعت الناس فده كان بس حاجة انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم فيها يمكن بقى لي سنة على القناة او القناة شغالة اكتر من سنة او بقى لها سنة فحبيت ان انا اتكلم بعد سنة فسامحوني على القصور والاطالة وحاجة كمان برضو ما عليش ببقى ان اتكلمت بقى في كل حاجة الناس اللي هي بتكتب لي اللغة العربية او اتكلم لغة عربية جماعة والله بتكلم لغة عربية انا بكلمك عربي بس فيه مصطلحات فيه مصطلحات في الصيد يعني صعب ان انا اقولها بالعربي ولو اترجمت بالعربي مش هيبقى ليها معنى مش هيبقى ليها معنى جماعة انا بتكلم عن الصيد الحديث يعني انا بتكلم وبخاطب الناس اللي مهتمت بالصيد الحديث الصيد الحديث فيه مصطلحات الدراج بتاع المكينة الجريشو اللي هي عدد اللفات الكلام ده كلها بالانجليزي لما تيجي تترجمها بالعربي خلاص فقدت معناها فمعلش نحاول ان احنا شوية من عندك وشوية من عندي عشان المعلومة توصل غير ان انا عايش هنا في الامارات او في دبي للي مش عارفني 13 سنة دورة الامارات دولة على الارابية تحتضن كل الجنسيات اللغة العربية طبعا هي اللغة الاولى بس احنا هنا بنحكي مع كل الجنسيات انجليش فمعلش سامحوني ده حاجة انا كنت حابب ان انا اتكلم عليها ندخل في الحلقة على طول ونتكلم عن حاجة انتم كنتم طلبتوها وكذا مرة قلتلي ان انا اتكلم عليها كلم عن اصابات الترحال اصابات الرحلات او بالانجليش الترافلر رود بينا من اسمها ترافلر رحلة تمام او ترحال او السفاري جماعة زي ما قلت قبل كده احنا في الصيد الحديث كل يوم في جديد فكنت اتكلمت قبل كده في حلقة سابقة لما كنت بتكلم عن الكاستنج وتعليم الكاستنج والحلقة هحطها لكم في الشرح بتاع الفيديو حلقة مهمة جدا 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 اللي عايز يتفرج عليها هتفيده جدا للي مهتم بموضوع الكاستنج والشورجيجينج قلت انه التلسكوبك رود تلسكوبك برضو عشان اقول بالعربي اللي هي القصبة اللي بتتفتح اللي هي القصبة اللي بتتفتح دي اسمها بينا من اسمها تلسكوبك رود لا اؤمن بيها في الكاستنج ولا الشورجيجينج هي قصبة اتعملت عشان السيرف كاستنج ان انت تحط فيها رصاص وتحط فيها صنارة وتحط فيها طعوم وترمي الصيد الحديث يا جماعة زي ما قلت قبل كده بيعتمد عن على قصبة من قطعتين قلت في بعض الحالات في بعض الشركات بتيجي 3 قطع تمام ودي اللي اعتمادي عليها ودي بنسبة 90% تيجي قطعة في بعض البرندات او في بعض انواع الكاستنج زي البيت كاستنج اللي انتو بتشوفوه في امريكا بتبقى قطعة واحدة وعليها ما كانة اوفرهيد مقلوبة دي هتكلم عنه البيت كاستنج وهتكلم عن البيت جيجينج في حلقة لوحده وبتيجي بيعمل كاستنج كده رايت يعني من اليمين او جانبي بتلاقي نتاشها كده ورماها اللي انتو بتشوفوها في اليوتيوب او في فيديوهات الصيد الغالبية العظمة في امريكا وفي الانهار بيشتغلوا بيت كاستنج طيب انتو النهاردة طهت كلمت كتير ورغيت كتير طيب حابب تورينا اوريكم دي يا سيد الفاضل اصب بتاعة السفاري او اصبت الرحلات او اصبت الصفر انت واحد ما شاء الله وشغال سلز او رجل اعمال او عندك شركة او عندك زيارة او عندك طالع مع الاولاد او طالع مع الصحاب عندك شونة صفر كتير عندك اربع تلات اربع شونة صفر وعندك هدوم ورايح مثلا شارم خمسة ايام او طالع للغردقة كم يوم او مرسى علم او طالع مطروح طالع رحلة معه مش رحلة صيد بس حابب يكون في عندك يوم انك تطلع تصطط فيه تمام دي اتعملت او من هنا جات فكرة اصبات صيد الرحلات دي مش اصبة معمولة عشان تصيد بيها طول العمر دايما لما حد بييجي بيقول انا عايز اصبة ترافلر راد او عايز اصبة صفر او اصبة رحلات انا بسأله سؤال حبيبي الاصبة دي انت هتطلع بيها على طول هتكفي بيها يعني هتبقى دي اصبتك الرئيسية قال لي لا ده انا بس عايز حاجة للصفر انا راجل بسافر كتير فبياخد دي دي بتبقى عبارة عن شنطة تيجي كده هاندي باج فيه شركات بتعمل الشنطة الهاندي باج دي عشان تطلع بيها على الطيارة او تطلع بيها الاوتوبيس او تحطها عندك في السيارة جنبك على الكرسي اللي جنبك لو انت مسافر لوحدك وفيه شركات ما بتعملش الشنطة بتعمل لك باكينج عادي زي اللي جوه ده اللي انا هورهولك تمام بتعمل ده بس كده هي دي الاصابة شوف ادي ايه طب تخيل انت اللي جوه ده كم قطعة اللي جوه ده حضرتك يا سيد الفاضل خمس قطع اذا اذا اصابات الصفر او اصابات الرحلات بتيجي في شركات ثلاث قطع اربع قطع والماكسيمم خمس قطع هورهالكم طيب هل بس هي لايت بتيجي كل حاجة زي الاصابة العادية اللي انا وانت بنصطط بيها من الشط او من القارب بتيجي كل الاكشن وزن خفيف وسط خفيف وزن تقيل وسط تقيل انا بتكلمه عربي اللي هو لايت ميديم لايت ميديم هيفي هيفي حتى حتى التونة التونة عملولها ترافل الراد حتى الجي تي اللي هو جاين ترافالي اللي هو جرم البياض عملوله اصبة طبعا في البيج جيم الموضوع مختلف صعب ان يعمله في البيج جيم موضوع خمس قطع فعملها لك تلت قطع انا هبدأ معاكم من فوق وانا نزل لتحت دي تلت قطع اهي ادي قطعة تمام المفروض في العادي انه دي بتكون قطعة الوحدها ودي قطعة الوحدها دي قطعتين لا في الترافل الراد عملها لك تلاتة ادي قطعة اتنين تلاتة دي ترافل الراد للتونة تقدر تطلع لو طالع للتونة زي ما قلتلك انت رايح مكان في تونة انت مش طالع للتونة مش اساسي في الرحلة بتاعتك هي رحلة صيد انت لو طالع اساسي للصيد رحلة صيد تونة خدت بالك لا 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 هقولك لا روح خد قصب التونة مش ترافل الراد واشحن معاك بقى في التيوب التيوب اللي هو اللي انت بتشوفه اللي هو البازوكا او البازوكا ابرل او بنقول عليه ناس تانية بتجيب اللي هي المصورة بتاعت المية وتعملها وتحط فيها القصبة وتشحن ده انا طالع رحلة تونة مثلا عمان لا فباخد معايا اصابات التونة لكن مثلا انا مسافر عمان عندي شغل شوف شوف التركية هنا انا عندي عمان شغل خمسة ايام اربعة ايام عندي ميتنج مثلا اول تلات ايام او همضي كونتراكت او حاجة وهيتبقى اليوم خدت بالك فهقل على البدلة والكرافاتة وهاخد اصابة الترافل الراد واطلع بيها دي يا جماعة معمولة عشان كده عشان بشوف ناس بتكسل عجبه الفكرة اللي هي قد كده فبياخدها ويقولك انا هكمل بيها طول العمر هي قصة وما فيها انه الاصابة يا جماعة عشان فيها وصلات كتير خمس وصلات واربع وصلات مش بتديك نفس الاكشن بتاع الاصابة العادية حتى لو انه نفس مقاس او نفس الطول او نفس وزن الجج مع الوصلات الكبير الكتير اهي دي مثلا مثلا زي ما انت شايف دي من 8 لـ 28 8 لـ 28 يعني انت بتتكلم في ايه يا سيد الفاضل بتتكلم مثلا في دراك بتتكلم في أروس بتتكلم في جفدار عندنا مثلا في الخليج بتتكلم 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 تشوف انا وصلتها معاك هاي خمس قطع خمس قطع بص بقى انت شفت لو شفتها من بعيد انا مش عارف الكاميرا موضحة ولا لا لو شفتها من بعيد اصب عادية بس لما تيجي بقى في العين المجردة خمس وصلات ادي واحد اتنين تلاتة ادي اربعة ادي خمسة تمام تيجي بقى في الاكشن مش نفس الاكشن مش نفس الاكشن عشان الوصلات اللي فيها الكتير هتيجي تلاقيها نشفة ليه نشفة مش قطعة واحدة عمرك ما تجيب وصلات هتديك نفس الاكشن بتاع البلانك الواحد احنا بنقول وقلنا قبل كده في الفيديوهات اللي كانت قبل كده عشان ما نعودش نعيد الكلام انه ده اسمه بلانك ده اسمه بالانجليزي بلانك تمام خدت بالك فعمر ما يديك الاكشن هتلاقيها بالمصري عصية شوية خدت بالك بس ايه بقى زي ما قلتلك بتوفر لك الوقت بتوفر لك المجهود بتوفر لك انك تقدر تشيلها عالطيارة لانه ممنوع تشيل البازوكا أبرل على الطيارة او ممنوع تطلع بقى صابتك عالطيارة هي دي يا جماعة الفكرة وهي دي التركاية طب لو واحد جاي يقول لي اه هستطبيها طول العمر ما نصحكش اش هتديك نفس الاكشن شوف نشفة نشفة وبعدين وصلات الكتير دي على اللونج ران انت بتصطب بيها بتصطب بيها بتصطب بيها دايما مش اوكي لا صباح يعني مش اوكي دي معمولة عشان وقته معين صفر معين هتستخدمها 4-5-6 ايام 10 ايام لا اكثر ولا اقل تنزل برندات كتير منزلة ترافل الرود سميس بالم تنري فيه شركات كتير يابانية وغير يابانية بس استيل افضل من التلوسكوبك استيل اخف من التلوسكوبك استيل وزنها زي العادية زي القطعتين استيل نفس الجايد فوجي جايد الست فوجي شركة فوجي يا جماعة عشان برضو اللي مش عارف انا بتكلم في ايه شركة فوجي دي شركة هي اللي بتصنع الست ده المكان اللي بيدخل فيه المكينة الجايد اللي هو الحلقات دي فشركة فوجي شركة يابانية متخصصة في الاكسسوارات بتاعة الاصابات زي الجايد والست فيه شركات تانية بتصنع فيه شركات تانية بتصنع زي مثلا شركة الپس دي برضو بتعمل جايد وبتعمل ست تمام بس الاشهر انه دايما يقول لك ايه لا او يخشي لي مثلا واحد عايز يشتري طه دي فوجي او فوجي تمام فدي اوريك شركة تانية نفس الشيء خمس قطع خدت بالك اهي اهي دي الخمس قطع اهي دي القطع اتنين تلاتة اربعة خمسة بص دي برضو بتصميم تاني مختلف شوية خدت بالك بتصميم مختلف شوية اهو بتخش دي كده بتخش في دي بعدين هنا تاني خدت بالك بعدين دي تمام وبعدين دي او في مدينة بتطل على البحر او انا بطلع اصطاد كل اسبوع زي مثلا حالاتي واحد زي حالاتي مثلا بطلع اصطاد كل اسبوع اروح اجب دي لا مش هتنفعك انا صريح على فكرة تاني حاجة تاني حاجة انه اللي انت هتدفعه هنا هو اللي انت هتدفعه في القصبة العادية طب ليه انا طب انا هدفع في دي 800 وحاجة ودي هدفع فيها 800 حاجة واتفر انه هي مش ارخص يعني ما تروحش تقولها انترافل الروت دي انا هجيبها ان هي ارخص لا هي مش ارخص لا هي سعرها سعر القصبة العادية بس هم معمولة عشان حاجة معينة زي مثلا ما انت بتجيب فيه ناس تقولك لا ان التليفون ده ليه حاجة معينة التواصل مع الناس طب انا عايز العب جيم فهروح اشتري بلاي ستيشن تمام عايز تصوير لا مش هصور بالتليفون هروح اجيب كاميرا سوني او كانون او نيكون او جو برو او دي جي اي اكشن او درون فيه ناس بتحب يا جماعة تستخدم لكل حدث حديث كل حاجة وليها استخدمها ترافل الرود ترافل الرود هي بينا من اسمها صفر واجازة وخلصت الاجازة تخسلها الغسلة الحلوة وتطبقها وتعينها في شنطتها وتحطها فوق الدولاب للاجازة اللي بعد كده وترجع لحياتك الطبعية مع اصابتك العادية الطبعية فحلقة كنتش حابب ان انا طول اكتر من كده بس المقدمة اخدت مني وقت لانه كنت حبيت ان انا نوه على اكتر من حاجة اخر حاجة دي عايز اقول انه فيه فرق ما بين اصابات التونة كتونة صيد التونة ليه اصابات وليه الاكشن بتاعه واصابات الجي تي او الجايانت رفالي او الجرم البياض ليه اصاب دي بتاعت جرم البياض فهتلاقيها برضو 3 قطع بالنسبة للبيج جيم ما بيعملوش خمسة صعب ان هي تتعمل خمسة فدي 3 قطع برضو رايح مكان فيه جايانت رفالي ورايح مكان فيه جي تي وهيعرف يخلع كده ايه يعني فاهم يخلع من الشغل بتاعه او يخلع من اجتماع بتاعه اخر يوم او اخر يقول لك الحق ايه اطلع لي جرم البياض كده اخطف لي واحد داخد بصورة حلوة فانسى بحل طرف للراض اشوفكم في حلقة جديدة وسمحوني على اي حاجة قلتها وبقولها وعايز اشوف لايكس ودعم وتعليقات وبشكركم على كل حاجة وبكون فرحان بأسئلتكم واللي ما بردش عليه يسمحني غصب عني والله بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي افضل واللي جاي احسن اشوفكم على خير في امان الله